انتخب مجلس النواب الإيطالي لورا بولدريني رئيسة له بولدريني من الحزب الديمقراطي اليساري الذي يسيطر على المجلس وينتظر الإيطاليون انتخاب رئيس جديد لمجلس الشيوخ من أجل أن يتمكن الرئيس جورجو نابوريتانو يوم الثلاثاء من بدء استشاراته مع قادة الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة بولدريني في الواحد والخمسين من العمر صحفية وعملت كناطق باسم المفوضية العليا لغوث اللاجئين التابع للأمم المتحدة ويقف زعيم الحزب الديمقراطي الويجي برساني خلف ترشحها لهذا المنصب